السؤال السادس والعشرون كم يبلغ عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ خمسة عشر نبياً ورسولاً خمسة وعشرون نبياً ورسولاً خمسة وثلاثون نبياً ورسولاً خمسة وأربعون نبياً ورسولاً الإجابة الصحيحة خمسة وعشرون نبياً ورسولاً السؤال السابع والعشرين كم مرةً ذكر لفظ النار في القرآن الكريم؟ مائة وستة عشر مرة مائة وستة وعشرون مرة مائة وستة وثلاثون مرة مائة وستة وعربعون مرة مائة وستة وعشرون مرة السؤال الثامن والعشرين من هو الصحابي الذي كان آخر من توفي من الصحابة رضوان الله عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه سهيب الرومي رضي الله عنه الإجابة الصحيحة أنس بن مالك رضي الله عنه السؤال التاسع والعشرين كم مرة ذكرت كلمة رمضان في القرآن الكريم؟ مرة واحدة ثلاث مرات خمسة مرات سبعة مرات الإجابة الصحيحة مرة واحدة السؤال الثلاثين ما هي الصورة التي يجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها؟ سورة الكوثر سورة الفاتحة سورة الجن الإجابة الصحيحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة